خلال المباحثات الرسمية التي عقدها سموه مع رئيس وزراء مملكة تاينان دعا صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قمة حوار التعاون الاسيوي إلى الوقوف بشكل حازم ضد القوانين التي تنان من الحصانة السيادية للدول وتشكل مصدر قلقا كبيرا في المجتمع الدولي لما لها من تبعات خطيرة تؤثر سلبا على الجهود والتعاون الدولية وتخل بقواعد العلاقات العامة بين الدول فبعض هذه القوانين شرعت خطأ وجاءت في وقت خاطئ وأكد سموه ورئيس وزراء تايلاند رفض أي إملاءات تتعلق بالشأن الداخلي للدول وحثا على ضرورة الحفاظ على التجانس وتناغم المجتمع الواحد والنأي به عن أي تعصب ديني أو مذهبي يؤثر على لحمته الوطنية وأكد الحرص على الدفع بعلاقات البلدين الثنائية لزيادة فعالية التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية واللجان المشتركة والرؤى الاقتصادية المشتركة بينما أشاد معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند بحكمة وحنكة وخبرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبدوره البارز إقليميا ودوليا والذي أصبح نهجا يقتدى به وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد قام بدعوة كريمة من معالي السيد برايوث شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند بزيارة مقر الحكومة التايلاندي في العاصمة بانكوك وكان على رأس مستقبلي سموه معالي رئيس الوزراء وأكبار المسؤولين بالحكومة التايلاندية وقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسجيل كلمة في سجل الزوار بمقر الحكومة التايلاندية أعرب فيها سموه عن الاعتزاز بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها وترقيتها في مختلف الجوانب بعد ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين البحريني والتايلاندي برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعالي رئيس الوزراء بمملكة تايلاند وفي بداية الجلسة نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة إلى مملكة تايلاند ملكا وحكومة وشعبا وتمنيات جلالته للدولة الصديقة اضطراد التقدم والازدهار فيما وجه سمو رئيس الوزراء الدعوة إلى معالي رئيس الوزراء التايلاندي للقيام بزيارة إلى مملكة البحرين حيث قبيلها شاكرا وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة المباحثات بما تتمتع به مملكة تايلاند من أمن واستقرار في ظل جهود حكومتها الناجحة كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور العلاقات البحرينية التايلاندية وتنامي مسار التعاون الثنائي بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وحثا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة من أجل المزيد من التعاون التجاري وإقامة المشاريع التي من شأنها زيادة حجم الاستثمارات بينهما فيما أعربت تايلاند عن تطلعها لتكون البحرين مركزا لتوزيع منتجاتها في دول مجلس التعاون لما في ذلك من أثر في الدفع بالتعاون الخليجي الآسيوي عامة والخليجي التايلاندي بشكل خاص كما استعرض الجانبان التعاون السياحي بينهما وخاصة السياحة العلاجية في ضوء زيادة عدد السياح البحرينيين إلى مملكة تايلاند كمقصد علاجي حيث أعرب سموه عن التقدير لما يحظى به سياح المملكة الذين يقصدون العلاج في تايلاند من معاملة طيبة وحسن رعاية إلى ذلك تطرق الجانبان إلى التعاون الثقافي والتعليمي بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند حيث أعرب معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند عن تقديره البالغ لسمو رئيس الوزراء لتقديم المنح الدراسية للطلبة التايلانديين المسلمين وقد أكد الجانبان على أهمية هذا التعاون لدوره في تعزيز الرصيد المعرفي والثقافي بينما اتفق الجانبان أيضا على زيادة التعاون الثنائي في مجال قطاع النقل والمواصلات نظرا لانعكاساته الإيجابية على زيادة حجم السياحة بينهما من جهة أخرى فقد تم خلال الجلسة المباحثات استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا حيث أكد الجانبان على أهمية العمل نحو تعزيز التعاون وتوثيقه بين دول مجلس التعاون الخليجي وربطة دول الآسيان مشددين على أهمية الحوار الذي يدعم هذا التعاون ومنوي هنا بأهمية قمة حوار التعاون الآسيوي لما يشكله من فرصة طيبة للدفع بوتيرة مثل هذا التعاون المنشود والارتقاء به وقد تطابقت وجهتين نظر الجانبين حول مستجدات الأوضاع الدولية وفي مقدمتها تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ضمن جهود المجتمع الدولي واتفق على استمرار التعاون بين البلدين الصديقين وزيادة التنسيق بينهما في المحافل العالمية وأمام المنظمات الدولية فيما كانت وجهتا نظر الجانبين متطابقة في رفض أي قوانين وتشريعات من شأنها المساس بسيادة الدول والتأثير على حصانتها السيادية فيما أكد أن روح التعاون البناء التي سادت مباحثات الجانبين تعكس العلاقات الوثيقة والمتنامجة التي تربط البلدين وعلى شرف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فقد أقام معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند مأدبة غداء تكريما لسموه حضرها أعضاء الوفد المرافق لسموه وكبار المسؤولين بمملكة تايلاند اشتركوا في القناة